مسألة أخرى وهذه مهمة يا معمر ومهمة لكل امرأة تشاهدني أن تعلم ما هو البخل يعني معمر قالت بخلاء البخل يعني إذا أردنا أن فعلا نعرف البخل بالنسبة للرجل هو منع ما يجب وما ينبغي بذله يعني هذا البخل منع ما يجب وما ينبغي بذله عندنا واجبات يعني عندنا ضروريات عندنا حاجيات هذه الضروريات إذا الزوج قصر في الضروريات قصر في الحاجيات قصر في الأشياء التي هي حقيقة من الأمور التي تقررت في دنيا الناس في بعض المناطق على حسب العراف يعتبر نعم بخيل الشخص الذي يزكي ليس ببخيل الشخص الذي ينفق على والديه وعلى زوجته وعلى عياله بالضروريات والحاجيات ليس ببخيل الشخص الذي يراعي بعض الواجبات مثل إكرام الضيف ومثل مساعدة المحتاجين هذا ليس ببخيل البخيل هو الذي يمنع ما يجب عليه مثل الزكاة وأيضا ما ينبغي بذله هذا يختل باختلاف العراف والعادات فإذا كانت المرأة تطالب الزوج بأشياء لا يستطيعها أو أشياء حقيقة تذهب إلى سلة المهملات مثل هذه الإكسسوارات وهذه الكماليات اللي ما لها قيمة ما لها قيمة هذه أمرأة ظالمة هذه أمرأة مبذرة سامحيني يقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والله جل وعقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وبعدين يا أختهم عمر كون الإنسان والله في غنى وفي خير ورواتب هل معنى هذا أنه يسرف؟ هل معنى هذا أنه يبذر؟ يعني معقول زوج اشترى الشهر الماضي لزوجته هاتف محمول بستة آلاف أو سبعة آلاف درهم والشهر الثاني تقول والله أبغى أغير الجوال هل هذا يعقل؟ هذا من التبذير هل يعقل أن رجل الآن أثث بيته بكذا ألف و بعد سنة قالت لا والله نبغى نغير الأثاث سلامات خير وش اللي حصل؟ أثاث ما زال نظيف سبحان الله العظيم هذا جاء مثل ما يقولون العامة هذا دم قلبه هذا عرق جبينه هذا كد يمينه هذا اللي شقه وتعب فيه يعني بعد سنة والله علشان والله الناس ما يقولون مثل أم فلان أثاث حق العام خير هذا إسراف وهذا تبذير ولا يجوز ولذلك لابد أن نصحح المفاهيم لابد أن نصحح المفاهيم لابد أن تعلم المرأة بأن الزوج البخيل هو الذي يمنعها من حقها الواجب هو الذي يمنعها من الضروريات هو الذي يمنعها من الحاجيات وهذه كلها تسوّغ لها طلب الفراق لأن أبشع شيء أن تعيش المرأة مع رجل بخيل لكن رجل ينفق ويبذل وما يخلي حاجة حاجة ولا ضرورة وإذا طلبت منه المرأة شيء من هذه الكماليات ورفض قالت له بخيل لا هذا ظلم ما يجوز الله عز وجل يعني حكم عدل سبحانه وتعالى ما يجوز هذا الكلام وللأسف الشديد يا أختيهم عمر يعني كثير من النساء وأنا طبعا ما أقول هذا من كيسي لا من واقع واقع مشاكل والله زوجي بخيل خير وش اللي مقصر عليك فيه والله تذكر الكماليات هذه والطالب بأنه تفارق زوجها علشان والله ما وفر له مثل ما وفر له صديق طيب زوجي الآن ما يقدر يسافر في الصيف ما عنده قدرة يروح ياخذ قرض ربوي عشان يسفرهم العيال هل هذا يعقل بأي دين بأي منطق بأي عقل يعني ليش الآن المرأة تنظر إلى النساء الأغنية وليش تنظر المرأة إلى هؤلاء الذين أصلا ما عندهم انضباط في الحياة وما عندهم انضباط في التصرفات المالية ليش أقلد الآخرين ليش ما توطن نفسها وما تكون إمعة والله مدام أخوك سفر زوجتي ليش أنت ما تسفرين طيب ما عنده قدرة مسكين هو متنتل بالديون ها مصارف الطالبة كيف الآن طالبة مني لازم يسفرها وتعرفين السفريات فقصدي الله يبارك فيك لا بد حقيقة مني وبعدين هلأ كنا إنسان والله غني ليش لا نبذر فلوسة ليش محطة في صدقات أبني مسجد ولا أحفر بئر ولا أساعد هؤلاء المشردين اللي يعيشون أجواء غاية في الصعوبة وإحنا نشاهدهم صوتا وصورة يعيشون تحت البرد وتحت الثلج يعني هالمبالغ هذه يخل الإنسان يتقل الله عز وجل يجعلها صدقة وتبقى يبقى الأجر له بحول الله